إن أغلاق مصنع حليب الأطفال في الولايات المتحدة يجبر الأمريكيين الآن على أن يروا بأم عينهم حقد وغطرست إهمال النظام الأمريكي وأن يذهبوا إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بسبب اعتزازهم بتفكيرهم الوهمي حول أشياء مثل إرسال 40 مليار دولار وأن يذهبوا إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بسبب اعتزازهم بتفكيرهم الوهمي حول أشياء مثل إرسال 40 مليار دولار هدية لأوكرانيا للحرض ضد روسيا النتيجة الوحيدة لفشل الولايات المتحدة هي فشل الناتو وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والمجاعة والشلل الاقتصادي لأوروبا والولايات المتحدة لأنهما لا ينتجان موالد طبيعية من زيت الأخشاب كبروسيا ترجمة نانسي قنقر